اهلا بحضرتكم من جديد في كل مكان احنا بنتابع كلمة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي في حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية كانت كلمة تحكيم صوت العقل الحقيقة كلمة هامة وجملة هامة قالها سيد رئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حديثه الهام النهاردة قد ايه في اللحظات دي كلنا محتاجين نحن نشوف قيادة وعية تعي مسؤوليتها تجاه ملايين الابرياء والمدنيين اللي بيدوروا على حقهم في الحياة لكن دفع المنطقة لصراع عربي اسرائيلي على كافة الجبهات امر ملوش اي معنى غير وقد لاي محاولة لاحلال السلام في الوقت اللي بنشوف فيه عملية من الابادة الجماعية وحرب بدون اي معايير ولا قوانين ولا حتى رحمة ولا انسانية الازمة كمان في اعلان بعض الاطراف لدعم واضح وصريح للمعتدي المحتل ودول عظمة تعلن نقل اسلحة متطورة ومؤن للكيان المحتل علشان تساعدوا وتسندوا في حرب ضد الفلسطينيين العزل في نفس الوقت احتمالات دخول اطراف زي لبنان من ناحية الى الحرب علشان نبقى قدام محاك استراتيجي صعب وعسير الحقيقة زي ما اهل السياسة كلهم مجتمعين وبيقولوا ده طيب ايه تبعات ده وازاي ممكن تكون قراءة ده في هذه الايام الحقيقة موقف مصر موقف تابت وواضح وجلي للقضية الفلسطينية على مر التاريخ وحديث السيد رئيس عبدالفتاح السيسي اليوم ورسائل السيد رئيس عبدالفتاح السيسي للداخل المصري وللعالم اجمع والمجتمعات العربية بدرورة تحمل مسئولياتها كان حديث واضح اليوم خلينا نروح مع حضرتكم في قراءة عن هذا الحديث واهم ما جاء به من رسائل معظيف النهاردة لم نورني في الستوديو الكاتب الصحفي احمد ناجي امحا رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية مساء الخير على حضرتك ويمكن يعني رسائل عدة لخطاب سيد رئيس عبدالفتاح السيسي اليوم والبداية من تحمل المسئولية الدولية والعربية تجاه ما يحدث في غزة اليوم وحالة الحصار وضرورة ايصال المساعدات لقطاع غزة ورسائل عديدة الحقيقة تخليلها حديث سيد رئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بالطبع زي ما حضرتك تفضلتي واشارتي في هذه المقدمة بليغة الدلالة الحقيقة أنا بعتبرها مقدمة بليغة كلمة فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي تعنون مباشرة بصوت الرشادة والعقل صوت السلام وسط عالم تحكمه غطرصة القوة والرغبة في فرض سيطرة الأقوى فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن السلام خيارا مصريا استراتيجيا ليس في الفترة الأخيرة التي تولى فيها سيدات وسودة الحكم ولكنها خيار للدولة المصرية التي حربت من أجل السلام عندما حربنا كنا أهل حرب وكنا نستطيع أن ننتصر في الحرب وعندما أردنا السلام نزعنا إلى السلام أنا قادر أفهم كويس جدا رسالة مهمة جدا في الأول الحقيقة بتكلمي عليها تحمل الأطراف الدولية المسؤولية وليس الأطراف العربية الأطراف العربية بزلت وما زالت تفزل ما تستطيع من جهد من أجل حلحلة هذه القضية المستعصية وسط تطرف عنصرية شديدة من قبل جيش الاحتلال وسط دعم غربي محموم علشان أقدر أفهم السياق ده لازم أفهم سياق عالم الحرب البردة الجديدة أنت بتتحدثي عن عالم ما بعد كورونا واندلع الأزمة الروسية الأوكرانية لازم نشوف العالم شكل عامل إزاي العالم به حرب بردة جديدة ليست في روسيا أوكرانيا فقط ولكن في أقارة الأفريقية في منطقة الأسيوية في مضيق تايوان منطقة الممرات حول العالم بالكامل منطقة لأنها المناطق المتحكمة في التجارة تخضع لنفوذ وصراعات قوة متعددة لكن تثبت في الأمر أن الهيمنة الغربية تتعرض لإشكاليات عديدة في هذا التوقيت وأن نظام القضب الأوحد الذي كان يسيطر على العالم في طريقه إلى التحلل وأن عالم ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية وهذه الأزمات المتعاقبة في عديد من بقاع العالم مؤكد أنها ستشهد نظاما عالميا جديدا علشان أقدر أفهم برضو والسادة مشاهدين يفهموا لازم نشوف هذه الأزمات ماذا خلفت في الداخل الإسرائيلي وفي الداخل الأمريكي علشان أفهم إيه اللي حصل في صوت عاقل من 2015 بيقول للعالم انتبه هناك مبادرة عربية لحل القضايا الفلسطينية وينبغي علينا أن نتبنى هذه المبادرة التي أسست على مرجعية أصله والتي أسست على مرجعية قرارات الشرعية الدولية للأمم المتحدة في هذا الشأن سواء عن طريق مجلس الأمن أو الجمعية العامة ومن ثم هذا الصوت العاقل الذي انطلق من الأرض المصرية بعد استعادة مؤسسات الدولة المصرية عام 2015 لقي ترحيبا من القوى المعتدلة في العالم لكن دتيجة تفاقم الأزمات في العالم بأكمله واتضح صورة الحرب البردة اللي احنا بنتكلم عليها بدأ نوعه من أنواع الانحياز أو تكتل للأطراف الكبرى وفي معسكرات متشابهة هتلاقي المعسكر الغربي ابتدت تبان ملامحه مباشرة أزمة داخلية في إسرائيل قوامها أزمة تتعلق بالتجنيد أزمة تتعلق بالأحكام القضائية أزمة تتعلق باحترام الدستور أزمة تتعلق بالوضع الاقتصادي الصعب جدا أزمة تتعلق بشخص نتنياهو وأعضاء حكومته اليمينية المتطرفة في الداخل الأمريكي لدينا العديد من الأزمات أيضا أزمات اقتصادية أزمات اجتماعية أزمات تتعلق بانتخابات قادمة مقدمة على أهل الولايات المتحدة الأمريكية في 2024 وصلت تصاعر رفض واضح من قبل العديد من القوى الشعبية وقطعات كبيرة من الشعب الأمريكي التي باتت تنظر إلى الأداء الأمريكي تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية ليه حركة حماس عمل الده حركة حماس عمل الده نتيجة عدم الالتزام الإسرائيلي باحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني نتج عنه عدم احترام جيش الاحتلال للمقدسات العربية إسلامية منها ومسيحية عدم احترام حقوق الشعب الفلسطيني في ممارسة سياتو عدم احترام وسطات الأطراف العربية المختلفة كلين نفتكر 2021 علي الوزير عباس كامل توجه إلى الأراضي الفلسطينية بعد أن أعلن رئيس عبدالفتاح السيسي من فاريس مبادرة للهدنة ودي اللي كللت بالنجاح وكللت الجهود في التهدئة في هذا التوقيت وشفنا إعادة أعمار غزة اللي مصر شرعت فيها بقوة والشركات المصرية تعمل في الداخل والإعلام المصري كان متواجد هناك في هذه اللحظات لكي يبث الأمل في نفوس الشعب الفلسطيني والثقة في نفوس الشعب الفلسطيني والشعب المصري بالريادة المصرية صحيح مصر تتعامل بشرف وتحث على التوصل إلى السلام طوال الفترة السابقة سنتين ومصر بتناشد المجتمع الدولي اتطلع بمسؤولياتك الأزمة على وشك الانفجار لأحد يستمع لصوت العقل إلى انفجرت الأزم إشكاليتنا بعد انفجار الأزمة في المعالجة أو السردية اللي النظام الغربي أو الإعلام الغربي صورها للأزمة وأدت إلى كل هذه التدعيات المسبوكة وفقاً لفهمنا لمفهوم الحرب البردة اللي احنا اتكلمنا عليه أنك انت عندك كتلة تشكلت مرة واحدة دعمة بقوة إلى ما لا نهاية لدولة الكيان الإسرائيلي في المقابل بدأت الاعتداءات الغشيمة على الشعب الفلسطيني وبدأت تتردد الشائعات وده أمر في منتهى الخطورة لأنه طال الأمن القومي المصري مباشرة ده ما تتحدثي عن شائعات تمث أن الدولة مصرية أخبرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بمعلومات عن غزة أو عن حركة حماس ونياتها في هذا العدوان لما يبدأوا يرددوا أقويل عن أنهم هذه الحرب ويرددوا نداءات ثم يتراجعوا عنها تحت الضغط المصري علشان كده المصريين يجب أن يكونوا عارفين قيمة دولته وأن أولادهم قوية ولديها الأدوات الدبلوماسية والأمنية القادرة على الضغط في التوقيت المناسي يحميها الرجد طبعا يحميها الرجد وتحميها أدواتك التي تجيد استخدامها في التوقيتات الحسنة ليه؟ لأنه هو فخامة الرئيس لخصها كل ذلك في النهاية أن الهدف النهايدي هو وقد هذه القضية اللي هي كانت من أهداف اضطرابات 2011 أن لا تبقى قوة على الأرض تستطيع الدفاع عن القضية الأم كل الأطراف عارف عددك كنازم يقول دول مواجهة دول الطوق الأول مصر، سوريا، العراق ماذا كده؟ مين اللي متبق فيهم؟ كيف يستطيع التصدي؟ كيف يستطيع التصدي؟ الرسالة جات النهاردة الرسالة جات النهاردة من أن لدينا جيشا يولد أجيالا بعد أجيال تملكت قدراتها ومهاراتها واستطاعت تتعامل مع كل المقدرات الحديثة وطوعاتها لإرادتها ودرسالة العرض اللي تم النهاردة واللي تم في كلية الشرطة كل التحنية لأبناءنا في كلية الشرطة وفي الكلية الحربية خروج أجيال جديدة تستطيع أن تحمل الأمانة وتكمل الرسالة وهو ده الأمل الأمل في ولادنا دول اللي لديهم عقيدة الدفاع بشرف وهم متأكدين أنهم يحملوا بداخلهم رسالة سلام قوي نحن صنعنا سلام الأقوياء ومازلنا قادرين على حمايته هذا هو ملخص المشهد اللي توسطته مجموعة من الرسائل المهم إن مصر لن تسمح باستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني على هذا النحو وإن مصر تناشد العالم اللي اطلاع بمسؤولياته لعكس الممرات التي يرغبونا في فتحها لإحنا عايزين نفتح ممرات علشان نقدر نوصل المساعدات الغذائية والمساعدات الإنسانية والمساعدات العلاجية اللازمة لمن تضرر من الشعب الفلسطيني المدني ولازم نتفهم أن الدولة المصرية وهي حريصة على ذلك فتحت مطار العريش لاستقبال كل من يرغب من دول العالم المحبة للسلام من أجل توفير الدعم الكامل للشعب الفلسطيني لكي يستطيع أن يقوم بمهامه لحماية مقدراته لشعبه المدني الرسائل الهمة أن مصر دولة سلام وعلى الجميع احترام ذلك أن مصر دولة رشيدة تحسن استخدام أدواتها أن مصر تملك قرارها وأنه لا يمكن لأحد أن يفرض على مصر إرادتها لأننا امتلكنا حرية هذا القرار أن نجاح هذا الوطن في تحقيق الإنجاز تلو والآخر منذ عام 2014 حتى الآن يتم برعاية الله في المقام الأول ثم بإرادة شعب له كل التقدير والاحترام من كل من يدرك قيمة هذا الشعب ورسالة منجدة وجهها فخمت الرئيس ألا يقعوا في فخ الشائعات التي تستهدف الإشعاعتين اللي احنا قلناهم أو الشائعتين اللي احنا تحدثنا وإغلاق المعبر وما إلى غير جانب كل ده يستهدف بث الفرقة ودق إسفين في درجة الثقة ما بين الشعب وما بين قيادته وهي أمور لن تتحق عايزة روح مع حضرتك لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم لإسرائيل وأي رسائل يحملها أنتوني بلينكين لإسرائيل اليوم وبالفعل وصول أسلحة أمريكية لإسرائيل والحديث عن دخول بري لإسرائيل إلى قطع غزة طيب هل إسرائيل يمكن أن تقدم على عملية برية بدعم أمريكي كامل الولايات المتقدقة الأمر أمر العملية النوعية الفريدة من نحة اللي قام بها حركة حماس مثلت صدمة لدى الوعي مش بس عند الشعب الإسرائيلي ولكن عند جيش الاحتلال الإسرائيلي اللي شايف العملية وقدر يقيمها أن مقاتلي حماس تمكنوا من استهداف المحيط الاستراتيجي لقطع غزة بعمليات نوعية فيها إسقاط بالطائرات الشرعية فيها إسقاط مزلات فيها اقتحام بري فيها اقتحام مائي بأدوات بسيطة وسط قصف صاروخي ده بيصير الأمر حول قدرات جيش الاحتلال الإسرائيلي دائما هناك غطرصة في الحديث عن قوة الجهاز الأمني المكون من عدة أجهزة الشباك والموساد وغيرها من الأجهزة الأمنية التي تعمل في الداخل الإسرائيلي لكن وحتى هما بيتحدثوا عن أن هم متواجدين في قلب غزة وفي قلب كل بيت غزاوي طب انتوا بقدراتكو دي كيف لم يستنبقوا بما حدث في سبع اقتر الصدمة عنيفة صدمة عنيفة بس هل الصدمة العنيفة دي تستدعي كل هذا أو كل رد الفعل ده آه تستدعي كل رد الفعل ده ليه؟ لأنه بينجي أو بيخرج نظامين أو بيرفع عنهم الحرج نظام نتنياهو ونظام بايدن لما بنشوف هذه الزيارة هل يستغل نتنياهو ما يحدث الآن للحصول على دعم هو الأكبر في تاريخه؟ هم حصلوا على دعم هو الأكبر في تاريخهم بالفعل وبعدين هم مش محتاجين دعم الأكبر في تاريخهم أو الأقل في تاريخهم هم مدعومين وده أمر مفروغ منه لكن الأمر هنا يتعلق بالعقيدة وبالعاطفة يعني في خامة الرئيس تحدث اليوم عن العقيدة وتحدث أيضا عن العاطفة من منا لا يملك عاطفة التعاطف والانحياز الكامل للمطالب الفلسطينية المشروعة ولكننا نملك العقل في إدارة أدواتنا لتناول هذا الصراع وتوجيهه وفقا للمصلحة الوطنية المصرية ووفقا للمصلحة القومية العربية الأمر هنا مختلف بك تحدث سياته وقال تحديدا مصر مستعدة لتسخير كل إمكانتها لإحلال السلام وأتصورها مناشدة لقوى العقل في العالم إذا كانت هناك رغبة جدة لحل حالة هذه الأزمة أتصورها مناشدة مصرية لعقد مؤتمر دولي جديد للسلام وفقا للمرجاعات الرئيسية التي تم التوافق عليها من قبل مش هنخترع الزر لدينا اتفاقيات تم التوصل إليها وتم التوقيع عليها وينبغي أن تدخل هذه التفاقيات حيز التنفيذ الأهم من ده يا أستاذ هدير واللي لازم نتفهمه تواجد القوات الأمريكية هو بمثابة طمأنة للداخل الإسرائيلي سواء شعب أو جيش الاحتلال إنهم عايزين يقولهم إحنا معاكم مستعبينكم ونوفر لكم أكبر قدر ممكن من إنما هل تتصوري أن قوات المارينز تنغرس مرة جديدة في معارك على الأرض ثابت أنها لا تستطيع أن تتحملها وثابت أنها خرجت منها بأزمات كبرى في أفغانستان وفي العراق لا أتصور أن قوات المارينز ستقدم على ذلك الجيش الاحتلال الإسرائيلي المظهر العام يوحي أنه مقدم على عملية برية ولكن هذه العملية لها العديد من الحسابات لأن دايما بنقول الجيوش تحارب جيوش الجيوش النظامية تحارب جيوش النظامية لكن لو دخلنا في جيوش تحارب تنظيمات وحركات تجيد حرب المدن وليس لديها الاستعداد للتغلي عن أراضيها هنا هتبقى فيه أزمة كبيرة جدا لأي جيش نظامي يفكر أنه يدخل معركة دي الجيش الوحيد اللي قدر يعمل ده ويحقق المعجزة كان القوات المسلحة المصرية الشريفة بالتعاون مع الشرطة المدنية البسلة اللي قدروا يخوضوا الحرب على الإرهاب وفي توقيت ذاته يستطيعوا أن يقوموا بمهمة التنمية ومهمة توفير الضمانات الاجتماعية عبر العديد من المنافذ لتوسيع السلح الاستهلاكية سواء لقوات المسلحة أو للدخلية المصرية علشان يوفروا الضمان الاجتماعي لعملية الإصلاح الاقتصادي أنت بتتكلمي على وهنا قال السيدة الرئيسة عبدالفتح حسيسي أنه رغم كل التحديات لكن بالإرادة قدرنا أن نواصل المسيرة الشعب وهنا أهمية مخطبة الشعب وأهمية رفع الوعي عند الشعب لأنك عندك المزايدين مش بس التنظيم الإرهابي والقنوات الموجهة والإزاعات الموجهة ووسائل التواصل الاجتماعي الموجهة ولكنك أيضا للأسف لديك من يحاولون أن يجرجروا الدولة المصرية للمربع صفر تعمر حالة 2011 أمر في منطقة خطورة عشان كده المصريين لازم يكونوا منتبهين يسخوا كل الثقة في قياداتهم السياسية وهنا قال السيد رئيس عبد الفتاح السياسية أن تدار الدول بوعي شعوبها أيضا إلى جانب قدته طبعا أي إنجاز الدولة المصرية بتحقق على الأرض الفضل فيه ربنا سبحانه وتعالى هو حد يقول أن إحنا قدرنا نخلص أستاذ هدير إحنا بندفع النهاردة تمن ثورة شعب في 30 يونيو احتضنتها القوات المسلحة المصرية نحن ندفع هذه الدريبة عبر مجموعة من الخطط البديلة التي وضعت بهدف استمرار تحجيم دور ومكانة الدولة المصرية ولكن ربنا حافظ ولكن هناك شعب واعي ولكن هناك قيادة لديها رؤية استراتيجية تستطيع أن تدير هذه الملفات بالرشادة وبالحكمة الكاملة من أجل وصول بالسفينة إلى بر الأمان المحيط الاستراتيجي المصري كما أوضح فخمة الرئيس عفتاح السيسي محيط ملتهب في كافة اتجاهاته الاستراتيجية الحيوية اتجاهات الاستراتيجية للأمن القومي المصري في الاتجاهات الحيوية التلاتة وممكن الأربع بها العديد من التهديدات ولكن تبقى هذه الحدود أمنة وخلي بالحضرتك من رسالة العرض اللي اتعمل في العرض العسكري العرض الهولوجرام لما اتعملت خريطة مصر كاملة بالحدود نعي حدودنا زي ما قالي سيد رئيس عفتاح السيسي وعمرنا ما تطلعنا لأي شيء خارج الحدود المصرية دائما الدولة المصرية دولة شريفة تعمل على حماية حدودها وكل زر التراب وطني ولكننا لم نفكر أننا نعتدي في يوم الأيام لأننا دولة تطبق المبادئ الأخلاقية للعلاقات الدولية في عدم الاعتداء في حسن الجوار في عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى في عدم استخدام الأدوات العسكرية كحل للخلافات والأزمات من هنا بتكتسب مصر المصدقية اللازمة من أجل مواجهة كل التهديدات والمخاطر اللي بتحيط بيها صحيح تحدث سيد رئيس عبدالفتاح السيسي لضرورة العودة فوراً للمصار التفاوضي والحق هنا أروح مع حضرتك للسيناريوهات المتوقعة للأيام القادمة داخل قطاع غزة والحديث عن أن هذا الصراع قضية الأمدو يطول أمدو عندك مجموعة من السيناريوهات سيناريو عقلاني وسيناريو شديد الجنون وما بين السيناريوهات السيناريوهين دول في مجموعة من السيناريوهات المختلفة السيناريو العقلاني أن تتم الاستجابة لأصوات العقل خلي بالحضرتك كوى العقل كوى الخير لا تميل إلى تفجير الصراعات ولكنها تنحاز للسلام تنحاز إلى المفاوضات تنحاز إلى الحلول السياسية تنحاز إلى اللقاءات المباشرة من أجل التوصل إلى تسوية لأي نوع من الأزمات لكن كوى الشر دائماً تتغطرس بقوتها إسرع بين الخير والشر دقائم منذ قديم الزمان وإلى أزل أزلين لكن خلينا نقول أن الواقع بيقول أن في معسكرين النهاردة في العالم المعسكرين لديهم مناطق مشتعلة في العديد من البقاعة ليس من مصلحة الجميع توسيع دائرة الصراع في هذه المنطقة وليه؟ هقول لحد ذلك ليه بس خلينا نقول أن العقل بيقول أن تتم الاستجابة للأصوات الرشيدة ليس من مصلحة الجميع أن نصل إلى المربع صفر أو المباراة الصفرية في إدارة هذا الصراع لأن الوصول إلى المرحلة المباراة الصفرية في هذا الصراع تعني تمدد الصراع إلى مساحات أوسع من نطاق غزة في الاتجاه الشرقية وليها في الاتجاه الشمالي إنما بعيد عنها لكي المصرين يكونوا متطمنين إنما الأهم دخول أطراف إقليمية تانية هليمثل تهديدا أكبر هيمثل تهديد على الصعيد الاقتصادي هيمثل تهديد على الصعيد السياسي لأن لو تخيلتي النفط الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية بيروح فين بيجي منين هو جاي من الخليج العربي رايح لمرارات مائية بينتقل إلى أوروبا وبينتقل لولايات المتحدة الأمريكية طيب ماذا لو قامت إحدى قول إقليمية بتهديد مصار هذا النفط ماذا سيحدث للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي إحنا دخلين على شتاء ويكن رئيس الصندوق النقد الدولي نهارده قالت أنه ما يحدث في غزة هو غيمة جديدة للاقتصاد الدولي إحنا دخلين على شتاء صح؟ أوروبا عانت الشتاء الماضي وإحنا النهارده لسه الأزمة الروسية الأوكرانية ما خلصتش هل أوروبا تتحمل ولا المتحدة الأمريكية تتحمل مخاطر التهديد التي تتتعلق بالنفط وأسعار النفط النفط ارتفعت أسعاره بالأمس الذهب ارتفعت أسعاره بالأمس البورصات انهارت على فترات متوترة طول الأسبوع الماضي حجم التضخم المتوقع هيكون شكله إيه؟ سلاسل الإمداد والتوريد حول العالم هيكون شكلها إيه؟ أزمات اقتصادية تعمل على اضطراب الأوضاع السياسية والأوضاع الاجتماعية تعمل على هز الاستقرار في العديد من دول العالم لازم نفتكر كورونا ولازم نفتكر بدايات الأزمة الروسية الأوكرانية ولازم نشوف الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية لسادة العديد من دول العالم المتقدمة والنمية علشان نقدر نفهم التهديدات المصارى على الساحة في هذه اللحظة لو وصلنا للمباراة الصفرية يبقى عالم يبحث عن الجنون بالفعل عالم يبحث عن الجنون في إدارة ملفاته ولا أتصور أن قادة العالم أو من يتصور فيهم أنهم راشدين أنهم يقبلوا أن يصل العالم إلى هذه الحدود التي تمثل تهديدا للرفاهيات شعوبهم في الغرب المتقدم والتي تمثل تهديدا أيضا لطموحات الشعوب في الجنوب النامي اللي مصر باتت محتكرة للحديث بإسمه طوال السنوات السابقة اليوم وكيف تواجه إسرائيل ما يحدث من الداخل في قطاع غزة والخيارات الموجودة أمام الجانب الإسرائيلي وكيف يمكن التعامل معه إسرائيل ترغب يعني مش إسرائيل الجيش الاحتلال ونتنياهو يرغبون في تحقيق أهداف قريبة تحقق لهم استعادة الكرامة والكبرياء هم حسوا أن هم بتنهار كل كرامتهم وكبرياءهم أمام مقاتلين على قدر بسيط جدا من التسليح على قدر بسيط جدا من الاستخدام التكنولوجي قدروا يوصلوا لمحيط غزة وللمستوطنات المحيطة بفضاء غزة وقدروا يتحدوا الأوبة الساروخية الإسرائيلية طيب قدروا ياخدوا أسرة الإشكالية الكبيرة حتى هذه اللحظة في تصوري رغم أن في الإسرائيل المتكرر أنهم لن يعولوا كثيرا على الأسرة الإشكالية الكبيرة في الأسرة للمجتمع الدولي لأنه ينظر إلى مصر نظرة كبيرة ويعلم قدرة مؤسساتها الأمنية وقدرة مؤسساتها الرسمية في وزارة الخارجية وقدرة الدبلوماسية الرئاسية المصرية مؤسسة في بخامة رئيس عفتاح السيسي على إدارة الاتصال بالسلطة الوطنية الفلسطينية وإدارة الاتصال بحركة حماس وإدارة الاتصال بالفصائل الفلسطينية أنك تقدر تعملي نوع من أنواع التوافق على حل حالة أزمة الأسرة بس هو التخوف إذا حل حالة هذه الأزمة هل يكون ذلك منطقا مقبولا لتهديئة الصراع أم يكون ذلك لحظة تنتظرها إسرائيل لتنفيذ تهديداتها بالاجتاح البرد إسرائيل ترغب في الانتقام وهم كانوا شايفين الضربات القوية الضربات الغشيمة الغشيمة التي ترتكب بحق الشعب الأعزل بحق النساء والأطفال العالم عليه أن ينظر إلى هذه الدربات أيضا وعليه أن لا يحول فكرة المقاومة إلى أنها أشبه بالتنظيم الإرهابي هذا أمر مرفوض المقاومة حق مشروع وهذا ما يدعي الغرب في كل حديثه على القنوات الغربية عايزة كمان أسأل حضرتك أخيرا عن الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على الرأي الأمريكي اليوم ما هو مؤكد زي ما ابتدت الكلام مع حضرتك أن المشهد في العالم في تراجع وانحصار للدور الغربي في عدم قدرة على فرض هذه الهيمنة فيما مضى من عقود كانت الولايات المتحدة الحاكم الآمر في بقاع عديدة في العالم ظهور قوى اقتصادية مؤثرة تمتلك قدرات عسكرية خاصة زي الصين زي كوريا الشمالية زي روسيا وزي دول أمريكا اللاتينية عمل نوع من أنواع ألخ الخلة في هذه السيادة الغربية والهيمنة الغربية على مقدرات العالم ومن ثم أنت في لحظة فارقة يتصارع فيها قوى شر وخير وفقا لمنظور سردية كل واحد مش وفقا لمنظورنا خلينا نقول إن ده مش كلامنا دول شايفين دول أشرار ودول شايفين دول أشرار إحنا عادينا نتفرج عليهم بس اللي لازم يفهمون أن لهذه الشعوب الحق في الحياة وأن هذه الشعوب شعوب الجنوب لا حق في التمتع بسيادتها واتخاذ قراراتها الوطنية ولا حق أن يستمع لها الجميع ليس لنا مصلحة مع أي طرف من الأطراف إلا الحفاظ على حق شعوبنا في الحياة الولايات المتحدة الأمريكية بادرت بالدعم الكامل لدولة إسرائيل منذ اللحظة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت حتى تجاوزت في التحليل مضمون خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن لو عملت له تحليل خطاب جيد وعملت تحليل خطاب لنتنياهو لأدى جو بايدن رايح في مساعات أوسع كتير جدا حتى أن الولايات المتحدة اعتذر عن بعض ما قيلة داخل هذا الحوار بالضبط وأعادوا اليوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكند فخلينا نقول أنهم للأسف بيخسروا ويخسروا تعاطف الشعوب العربية الأنظمة العربية تدير سياسات تراعي فيها أبعاد أمنها قومي المختلفة وفقا لرؤية قيادتها ولكن الشعوب وعاطفة الشعوب ووجدان الشعوب يبتعد كثيرا 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 لأن الشعوب تنظر إلى من يناصرها في حقوقها وبالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية لا تظل تسأل العالم هذا السؤال لماذا تكرهوننا عليكم أن تستوعبوا بعد هذه السنين الطوال لماذا أنتم مكروهين على مستوى العالم أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي أستاذ أحمد ناجي أمحة رئيس تحرير مجالة سياسة الدولية شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا شكرا أستاذ أدير شكرا لحضرتك معنا نروح مع حضرتكم اللي فاصل ونرجع نكمل كلامنا خليكوا دايما معنا